مرتقون قصص إسلامية وتاريخية هي دار خص أهلها بالبعاد وحرموا لذة المنا والإسعاد وضربوا بمقامع أقوى من الأطواد عليها ملائكة غلاظ شداد لو رأيتهم في الحميم يسرحون وعلى الزمهرير يطرحون فحزنهم دائم فلا يفرحون توبيخهم أعظم من العذاب يا حسرتهم لغضب الخالق ويا فضيحتهم بين الخلائق ثم أحرقت تلك الأجساد وكلما أحرقت تعاد عليها ملائكة غلاظ شداد فينادون الله بأعلى صوت فلا يجيبهم ثم يجيبهم بعد ذلك أن يخسأوا فيها ولا تكلمون وأبصرت عيناك أهل الشقاء سيقوا إلى النار وقد أحرقوا شرابهم الصديد في قعرها وفي لجج المهل قد أغرقوا وقيل للنار أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا فيوم نعرض عليها ونرد على متنها فنرى لهيبها ونبصر كلاليبها ونلمح أغلالها وأنكالها فلا ندري أننجو من الوقوع فيها أم نقذف إليها ونعذب بها فيا تعاسة الجسد ويا حرقة الكبد ويا شقاء ليس له أمد اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حرها ونسألك الجنة ونعيمها إنها صرخة دوا بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه وأقربهم منه وأغلاهم عنده حيث قال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة يا بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا يا صفية يا عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا يعض العاصي والظالم من فرط الندم أصابعه وتجري مدامعه ويتحسرون يا ويحهم صراخهم من يسمعه عذابهم من يمنعه بكاؤهم عويلهم من يرحمه من ينفعه فيسألون ما الخبر ما سلككم في سقر فيجيب أهل تلك المعمعة والنهاية المفجعة إنها الفريضة المضيعة قالوا لَمْ نَكُّ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُّ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فحراس جهنم رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض وفي أيديهم مقامع من حديد كالشعبة التي لها رأسان بين الباب والباب خمسمائة عام قال الله عز وجل لها سباعة أبواب لكل باب منهم جزء مقاسوم فالباب الأول يسمى جهنم لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم وهو أهون عذابا من غيره وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه واديا للعصات من المسلمين يسمى الغي وهو واد أعده الله عز وجل لمن جمع الصلوات في صلاة واحدة قال ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا وهذا الوادي والعياذ بالله تستعيذ منه جهنم لشدة حرارته فكيف يتحمله البشر وجعل الله سبحانه في جهنم وادي الويل وهو الوادي الذي أعده الله لمؤخر الصلاة من غير عذر حيث يمتلئ بالحيات والعقارب قال ربنا عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهو للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المحدد والباب الثاني باب لظا نزاعة للشوى آكلة لليدين والرجلين تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والباب الثالث سقر يأكل لحوم الرجال والنساء لا يبقي لهم لحما على عظم وهو أعد لتارك الصلاة من المسلمين قال ربنا جل في علاه حكاية عن الحوار بين أهل الجنة وأهل النار يقولون لهم ما سلككم في سقر فيجيبوهم قالوا لم نك من المصلين ولم نكن طعم المسكين إنهم أضاعوا الصلاة وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر حيث تذوب عظام تارك الصلاة لحظة دخوله من شدة حرارته ويحشر صاحبها مع فرعون وهامان طعامهم الضريع والزقوم وشرابهم الغساق والحميم والغسلين والباب الرابع باب الحطمة قال ربنا عز وجل وما أدراك ما الحطمة وهي تحطم العظام وتحرق الأفئدة تأخذه النار من قدميه وتطلع على فؤاده وترمي بشرر كالقصر فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق وجوههم وأيديهم وأبدانهم فيبكون الدمع حتى ينفد ثم يبكون الدماء حتى تنفد ثم يبكون القيح حتى ينفد حتى إن السفن لو أرسل التجري فيما خرج من أعينهم لجرت والباب الخامس يقال له الجحيم لأنه عظيم الجمرة الواحدة منه أعظم من الدنيا والباب السادس السعير فهو يسعر منذ أن خلق فيه ثلاثمائة قصر في كل قصر ثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل والأغلال والأنكال وفيه جب الحزن ليس في النار عذاب أشد منه إذا فتح باب الجب حزن أهل النار حزنا شديدا والباب السابع يقال له الهاوية من وقع فيه لم يخرج منه أبدا وفيه بئر الهباب إذا فتح تخرج منه نار تستعيث منه النار وفيه الذي قال الله عز وجل سأرهقه صعودا إنه جبل من نار يصعده أعداء الله على وجوههم مغلولة أيديهم إلى أعناقهم مجموعة أعناقهم إلى أقدامهم والزبانية وقوف على رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان وأبواب النار حديد فرشها الشوك غشاوتها الظلمة وأرضها نحاس ورصاص وزجاج النار من فوقهم والنار من تحتهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أوقد عليها ألف عام حتى حمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت فهي سوداء مدلاهمة مظلمة قد مزجت بغضب الله عز وجل اللهم إنا نعوذ بك من جهنم ومن عذابها ومن نارها ومن حميمها وزقومها ومن كل عذابها يا ربنا ونعوذ بك من عذاب القبر ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر